أنه يلعب بنفس الطريقة ويجد البديل اللي ممكن يؤدي الدور اللي حمدي كان بيقوم به شايف إيه السيناريو الأقرب؟ أنا شايف أنه هيفضل بنفس الطريقة الجديدة اللي يلعب بيها 3-4-3 ده لو ما كانش يلعب بيها لازم يلعب أنا في رأيي يعني الشخص يعني إنه لو ما كانش يلعب بيها لازم يلعب بيها بكرة ليه؟ المحلة هتقفل مع النادي الأهلي زي ما شريف قال وهتعتمد على الهجمات المرتدة لأنهم بيملكوا سرعات في نص الملعب وفيه انطلاقات كبيرة وفي نفس الوقت طريقة 3-4-3 بتدي فرصة أو مساحة كبيرة للأطراف بتاع النادي الأهلي الباكين باكريت والباكليفت إنهم يزيدوا الملعب ده محتاج إن أنت لازم لنستلعب على الخطوط عشان تفرد الملعب شوية لأن إذا بقول لك هو ملعب صغير فلو أنت لعبت عن طريق الاختراقات من النص مش هينفع فانت لازم تلعب على الخطوط وجود الثلاثة وراء بتدي أريحية مع طبعاً الاتنين الديفندرات اللي هايبوا موجودين قدامهم بتدي أريحية ليه علي معلول وأياً كان الباكريت اللي هيلعب أعتقد إنه ممكن محمد هاني بكرة يبقى عندهم فرصة إنهما يعني هتخط أكرم مكان حمدي يعني أممكن أممكن وارد جداً أممكن وارد جداً لا 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 هلعب بخص الملعب مع ديانجو والسولاية فأعتقد إنه هيبقوا عندهم فرصة لإنهما يعني يهاجموا أو شاركوا في اللجوم بشكل إيجابي وفعال وفي نفس الوقت يبقوا مريحين عشان السرعات هيبقى موجود عندك الراجل التالت اللي مع المساكين وفي نفس الوقت الديفندرات اي والله مش الديفندرات بس حتى كمان السولاية وديانج بقى بيزيد ما هو دلوقتي لما بتلعب بواحد مستاني بتدي فرصة لواحد من الاتنين ديانج أو السولاية إنه هو يهاجم وشوفناها في المتش اللي فات بتاع المقاولين ديانج رايح السولاية مستاني السولاية بيروح وبيكمل يعني بيعمله حتة وشوفناها في ماتش الزمالك وشوفناها في ماتش الزمالك تقريبا في كل ماتشات السولاية وحنشوفها ان شاء الله كثير الدور اللي بيلعبوا السولاية وديانج السنة دي محوري جدا في الناحي الوجمال الاهلي أنا شايف الطريقة اللي بتكرها مسيماني واللي الناس قعدت تنتقد فيه شوية قبل كده أنا شايف إنها جابت قصارها ومشية مع النادي الاهلي الفترة دي بعد كمان التدعمات اللي موجودة يعني بعد بستايا والسرعات ومحمد شريف وبتدي كمان وده الأهم بقى محمد أفشا إنه هو يقدر يبقى حر في نص الملعب ما يلتزمش شوية بالحتة الدفاعية بتدي له برضو إيه إنه يقدر يبقى رمانة ميزاني مسكورة فدي طريقة مناسبة جدا هتعتمد بقى على التشكيل وأنا يعني أعتقد أن التشكيل مش هيبقى فيه تغيير كبير قوي عن المتشاط اللي فاتت باستثناء طبعا تغيير الإجبار وهني ينزل بالضبط هني ولا كريم ترجمة نانسي قنقر